السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ردود بعد خطاب رئيس الجمهورية البارح على مسألة التعليم وحجب الأعداد بعد الثلاثي الأول والثلاثي الثاني واعتبر رئيس الجمهورية أنه في ذلك ارتهان للتلميذ والولي فما ردود فعل متعددة حتى نترقلهم في هذا الفيديو هل نرجع على أبرز النقاط في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح خلال استقبال وزير التربية محمد علي البغديري قالوا بأنه بش يتم في القريب العاجل إصلاح جذري للمنظومة التربوية بكيفة مرحلها وقال رئيس الجمهورية لا يمكن إصلاح أي مرحلة من غير ما يتنزل هذا الأصلاح في تصور كامل لإصلاح التعليم في تونس وهذا بعد إنشاء المجلس الأعلى للتعليم اللي بش يتم إدراجه في نص الدستور لوجود إيمان بدور المعلمين اللي لازم تكون عندهم أعلى الرواتب لأنهم هما يبذلوا الغالي والنفيس ووجه تحية إلى المرابين اللي قراواه والأستاذة وكل شيء وشدد رئيس الجمهورية من جهة أخرى على أن الوضع غير طبيعي للمطالب اللي توجه إلى وسالة التربية والتي تواصل أكثر من عشر سنوات لا يمكن أن يتواصل ويأكد بأنه نعم للحوار والتواصل والتواصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وإعادة المنزلة التي يستحقها المعلم والأستاذ ولكن لا سبيل لأن يكون التلاميذ رهائن فهذا لا يدخل في باب الإضراب رئيس الجمهورية حكي مباشرة على مسألة حجب الأعداد وقال بأن حجب الأعداد أمر غير مقبول قال أيضا نريد أن تكون تونس منارة للعلم يقصدها التلاميذ والطلبة من كل أنحاء العالم من بينها أفريقيا ولكن لا يمكن أن يكون التلاميذ بمثابة الرهائن أو أن يتم التلاعب تلاعب بمستقبل الأجيال وقال قيس سعيد ليتحمل كل واحد مسؤوليته لأن الأجيال المتعاقبة لا يمكن أن تذهب ضحية الحسابات السياسية وأكد على ضرورة أن تعود المدرسة إلى مكانها الطبيعي والتعليم العمومي إلى ما كان عليه في السابق وتساءل ماذا يعني أن يتم حجب الأعداد والإذرابات في المدارس العمومية ثم يتوجه عدد من التلاميذ اللي بإمكان أوليئهم يعني إلى المدارس الخاصة ويقول هكا وكأنه أصبح هناك تعليم للفقرة وآخر للقادرين معناها على الخاص أكد رئيس الجمهورية بأن التعليم العمومي هو الأساس وضربه هو ضرب للمرفق العمومي وقال بأنه لكل تلميذ وتلمذى بشكل عام وطلب الحق في التعليم على قدم المساوات كنت هذه أبرز النقاط في خطاب رئيس الجمهورية بخصوص التعليم مباشرة الكتب العام للجمع العام للتعليم الثانوي أصدر رد فعل مباشرة بعد خطاب الرئيس لسعد اليعقوبي الكتب العام للجمع العام للتعليم الثانوي كان هبت تدوينه واعتبر أنه خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن التحركات الاحتجاجية للنقابات التعليمية ومن ضمنها حجب الأعداد التهديد واتهامات لن تقبلها نقابة الثانوي اكتب تدوينه على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك قال فيه خطاب السيد رئيس الجمهورية تهديد واتهامات لن نقبلها حقوق المدرسات والمدرسين لا تنازل عنها حلها طاولة المفاوضات الجدية لا الاتهامات ولا التهديدات وكان اكتب في تدوينه أخرى أكد فيها اليعقوبي بأن الجامع العام للتعليم الثانوي تقرر حجب الأعداد وقال بأنه قرار حجب الأعداد متواصل حتى التوصل إلى اتفاق نقطة إلى السطر وهذا كان في عودة على كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية حجب الأعداد وردود الفعل كنا زادة شفنا منظمات طالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل العاجل المنظمة أو الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ كان طالبة الرئيس باتدخل في هذه الأزمة وأيضا هناك منظمة أخرى وهي قدمت شكية فعليا شكية إلى القضاء ضد الجامع العام للتعليم الثانوي اللي هي منظمة حماية أطفال المتوسط اللي علقت زادة على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد وخطابة الرئيس واعتبرت بأن التصريح هذا خلال لقاء وزير التربية محمد علي البغديري قرار بالإفراج الفوري عن بطاقات أعداد التلاميذ للثلاثية الأولى وألغاء القرار للنقابات التعليمية بحجب أعداد التلاميذ للثلاثية الثانية عن الإدارات وثمنت المنظمة في بيان نصدر معناها بالخصوص على خطاب الرئيس ثمنت موقف رئيس الجمهورية وانتصاره لتلاميذ تونس وادعاة النقابات التعليمية إلى الكف عن سلب التلاميذ حقوقهم المشروعة منذ بداية السنة الدراسية 2022-2023 والاستجابة الطوعية لدعوة قيس سعيد والتراجع عن قرارها بحجب الأعداد وتمكين التلاميذ من حقوقهم المشروعة واعتبرت المنظمة ما تقوم به النقابات التعليمية هو خرق واضح لقانون العمل النقابي وأشارت إلى محاولتها الاتصال بالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات المنظوية تحتو من أجل إقناحهم بالكف عما وصفته بالعبث بمستقبل التلاميذ إلا أنه محاولتها جوبهت بالصمت واللا مبالات حسب تأكيدها وتقول هذا إذطرها إلى رفع قضية في الغرض في حق الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي وبعث رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية تدعوه فيه للتدخل العاجل لإيقاف هذا الإجرام المصلت على التلاميذ على حد وصفها وكان رئيس الجمهورية يعني بإشارته خلال لقاءه مؤخراً بوزير التربية أشاري لأنه في القريب العاجل باش نشوفه إصلاح جذري للمنظومة التربوية والتعليم بشكل عام بكيفة المراحل متاعه الأساسي والثانوي والجامعي وكل شيء وأكيد باش تشارك فيه برشة أطراف في هذا الخصوص من أجل أنه يعني تم إصلاحه بشكل جذري وعلى خاطر التعليم العمومي هو ركيزة من الركائز الأساسية في الدولة التنسية وعلى خاطر زيدا كيف كيف خرج أجيال وأجيال معناها في مختلف المجالات واليوم كفاءات تنسية من خيرة ما فهم في العالم يخرجوا ويخدموا البرة وتستقبلهم الدول وفي إطار هجرة الأدمغة وغيروا وذوك من كلهم متخرجين معناها من المدرسة العمومية والجامعة العمومية والمؤسسات العمومية ذك عليش هذا مكسب اللي هو لعموم التونسيين مكسب لتونس منذ الاستقلال وإلا أنا اشتركوا في القناة